تكنولوجيا صباح الخير أستاذ محمد بدايتا أكيد نشوف العديد من التطبيقات الحديثة وأيضا الجديدة التي تكون على اللابتوبات والآيباد وأيضا أجهزة الكمبيوتر حابين نعرف ما هي أهم التطبيقات المتواجدة والتي يستخدمها كافة الأفراد أو نقدر نقول أغلب الأفراد بشكل يومي حاليا طبعا بما أن العالم يشهد التعافي من جائحة الكوفيد-19 وبدأنا نرجع لطبيعة الحياة التطبيقات الأصبحت أكثر رواجا وأكثر استخدام هي التطبيقات ذات التعليم عن بعد والعمل عن بعد وأيضا التواصل عن بعد نجد أنها أصبحت الآن أكثر التطبيقات رواجا ولكن في هذا الوقت المفروض أن نركز التركيز يكون أكثر على مجال الصحة لذلك نجد العديد من التطبيقات ذات العلاقة بالتطبيب عن بعد التلي ميدسن أصبحت أيضا أكثر رواجا لأن الناس أصبحوا متخوفوا من زيارة المستشفيات فمثلا في تطبيق سلامة من هيئة صحة دبي أيضا يدعم التطبيب عن بعد ومبادرة دوائي لتوصيل الدواء للمرضى لأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال فعن طريق التقنيات الحديثة أصبح يستطيع الطبيب تشخيص الحالة وتزويدها بالتشخيص والعلاج المناسب أيضا في هذا الوقت شهدنا انتعاش للتطبيقات ذات العلاقة بالتوصيل والطلبات عن بعد فنجد أن التطبيقات ذات العلاقة بالتوصيل أصبحت أيضا رائجة فنجد مثلا تطبيق فيتشر أصبح من ضمن التطبيقات الرائجة في هذه الأيام التطبيقات ذات العلاقة بالتعليم عن بعد ومثل تطبيق مايكروسوفت مايكروسوفت ماث سولفر تطبيق يعني رائع يدعم التعليم عن بعد ويدعم حل المسائل الرياضية بشكل ساهل فقط عن طريق تصوير المسائل الرياضية يقوم التطبيق بوريك الطريقة الأسهل لحل هذه المسائل أيضا من أكثر التطبيقات الرواجة التطبيقات الانترتينمنت مثل نتفليكس وكذلك أصبحت رائجة جدا في هذه الفترة حتى المواد الغذائية أستاذ بعد ما نقدر ننسيان في المواد الغذائية صارت متوفرة على أغلب التطبيقات وأغلب المواقع أيضا حتى أستاذ محمد احنا شفنا مثل ما ذكرت في بداية حديثي في معرض جايتكس هنا في إدبيس صار الكثير من التطورات اللي احنا ما كنا نعرف أنها راح تتطور في هذا المجال رسم الأفراد المجتمع كانت موجودة عندنا الكلاب الاصطناعية ظهرها لنا إيها في واحدة من التقارير أيضا ففي نقلة نوعية في فكرة الذكاء الاصطناعي في مجالات احنا ما كنا نتوقع أن احنا راح نتطور فيها كلمنا أكثر عن هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي هو مبدأ قديم أبتدأ من عام 1965 يعني كانت أول الأبحاث لكن الآن أصبح أكثر رواجا في الماضي كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر يعني أنه يسموها AI ready الآن انتقلنا إلى مرحلة AI enabled يعني أن كل شيء أصبح جاهز بالذكاء الاصطناعي في السابق كان يحتاج الذكاء الاصطناعي لمعداب وكمبيوترات خارقة لاستحمال العمل بالذكاء الاصطناعي الآن أصبح كل شيء يستخدم الخدمات الـ online فمثل ما نجد الشركات leading زي مايكروسوفت IBM كلها توفر خدمات online فأنت بس تستخدم الخدمات عن طريق شيء يسمي الـ API فهذا سهل للعديد من الشركات أن يستخدموا أفضل حلول الذكاء الاصطناعي بأرخص الأسعار والأهم من ذلك جودة عالية فأمسط مثال في الذكاء الاصطناعي في هواتف كل مستخدمين هواتف Apple عن طريق التحدث فعن طريق التحدث أنه كيف وصلنا لهذه المرحلة في الذكاء الاصطناعي بنحتاج إلى التدريب يعني مجرد ما أنت سويت لك نموذج بالذكاء الاصطناعي بتحتاج أنك تدرب هذا النموذج فلذلك الذكاء الاصطناعي عادة مرتبط بالبيك داتا فبنحتاج داتا كبيرة حاليا أصبحت الداتا بتاعتنا متوفرة كلنا نشارك معلوماتنا الشخصية تحركاتنا أماكن الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي فهذه الداتا أصبحت يعني نقدر نقول استثمار خاصة بالنسبة للشركات متوفرة للجميع والشركات الكبيرة أصبحت توفر لنا خدمات مجانية ففي قاعدة تقول لك أنه ما في شيء مجاني إذا كان الشيء مجاني فتأكد أنك أنت السلعة فالشركات تقوم باستخدام بياناتنا الشخصية في تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي في توفيرها لشركات أخرى من أغراض كماركتينج والتسويق فأبسط مثال مجرد ما أنت بتقوم في الهاتف استخدام بحث عن أي شيء في نفس اللحظة بتطلع لك إعلانات ذات علاقة بالموضوع فهذا استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث والمعلومات الشخصية بالنسبة لك في الماضي قلنا أن الذكاء الاصطناعي كان يحتاج كمبيترات ضخمة حاليا كل شيء أصبح متوفر أونلاين فهذا صار بيدعم أن كل شيء سيصبح متوصل بالذكاء الاصطناعي أكيد لكن أستاذ محمد ممكن تأخذنا إلى منحنة آخر هذه التطبيقات والتقنيات الحديثة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنك تطبيقات تختلف في البعض أن يشوفها ممكن مضيعة للوقت وفقط تسليئة والبعض يستخدمها في منحنة آخر الاستفادة سواء في حياتها الشخصية أو العملية كيف فعلا نقدر نستفيد من هذه التطبيقات لكن في أشياء تفيدنا ويكون هناك نتائج مرجوة منها في المستقبل البعيد أبسط مثال حاليا العالم أصبح يتوجه في بالذات الآن أغلبية طلباتنا أصبحت أونلاين فموضوع الطلب الأونلاين وأغلبية الأشخاص بفضل الطلب يعني أنك تروح الستور على أنك تشتري أونلاين موضوع أنك تحصل واحد من القسم المبيعات أنه يشرح لك عن البرودكت بتشوف البرودكت بنفسك فالاستخدامات الآن الأحدث في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال اللي هو التسوق الأونلاين شي بنسميه chatbot هو عبارة عن روبوت بيعمل بالذكاء الاصطناعي فمجرد ما بتدخل لأي وابساب بتطلع لك زي chat شخصاً بيتحدث معاك في الحقيقة هذا الشخص اللي بيتكلم معاك هذا روبوت هذا مش شخص من خدمة العمل بس بيكون مغذى بكل الأسئلة اللي ممكن يسألها الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح على درجة عالية من الذكاء أنه بيقدر يفهم أي لهجة أو أي لغة كتابة أنت بتكتب لياها وبيرد عليك إلى أن يتواجد الشخص المناسب للرد عليك في أسئلة معينة بس أستاذ محمد إحنا عارفين أنه ذكاء الاصطناعي موجود في كل شيء الآن في حياتنا لكن الذكاء الاصطناعي يعتمد على سيستم واحد وكل شيء في حياتنا يعتمد على سيستم ولكن لكل سيستم أيضا ثغرات يعني إحنا ما نقدر نجزم أنه إحنا لما نخلق شيء أو نسوي شيء لازم يكون مئة بالمئة صحيح لازم يكون فيه ثغرات أو أخطاء ما خاف مع تطور التكنولوجيا اللي يصير فيه كل العالم ما خاف القائمين على التكنولوجيا أنه هاي الثغرات تسبب الفائدة تسببها إلى ضرر لمستخدمين هؤلاء التكنولوجيا المخاوف كثيرة والثغرات كثيرة والأخطاء اللي قاعدة تصير من استخدام أنه صارت معلوماتنا كلها متاحة كثيرة جدا لكن لو قسناها على ناحية الفائدة اللي أصبحت بيحصل عليها الإنسان الفائدة أكبر لو رجعنا إلى تقريبا قبل عشر سنوات لما بدأ انتشار بريد الإلكتروني كان في هذه الفترة حتى أنك تحط اسمك كمعلومة شخصية كان الناس بيعتبروها رسل حاليا المعلومات اللي صارت أنها تتداول والشخص أنه ينزلها في السوشيال ميديا وفي المعلومات في مثلا معلومات بطاقات كثيرة تمانية أصبحت كثيرة جدا فالريسك موجود وفي نفس الوقت في باحثين متخصصين في زيادة الأمن الإلكتروني في زيادة أن المعلومات لا تستخدم بشكل خاطئ ولكن لازم علينا أن نكون حريصين وأن الشركات تضع استثمارات أكبر في مجال أمن المعلومات وعدم تداولها بطريقة خاطئة لكن الخطر موجود ولازم نكون على دراية ونكون على نوع المجتمع في الطريقة الصحيحة لتداول هذه المعلومات أكيد طبعا أستاذ محمد وأكيد حمدة التكنولوجيا لها الجانب الإيجابي نفس ما ذكرت حمدة وأيضا الجانب السلبي لكن في نهاية يعتمد على كيفية استخدامنا كأشخاص لهذه التطبيقات وهذه أيضا التكنولوجيا الحديثة صحيح زينم حتى في دولة الإمارات وفي كل دول العالم حقيقة موجود الجرائم الإلكترونية ولكن أيضا موجود الكوادر الشراطية التي تمنع وجود مثل هذه الجرائم في أفراد المجتمع أكيد أستاذ محمد بلولة المهندس وخبير التكنولوجيا نورت صباحنا ونشكرك على هذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا وسعد جدا أن أكون معاكم وأتمنى أنها إن شاء الله كانت فقرة ممتعة للمشاهدينا وشكرا جزيلا لكم شكرا يطيك العافية